بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي في تركيا استعداداً لمنافسات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 غادر المنتخب الوطني عمان فجر اليوم الأربعاء متوجهاً إلى تركيا لبدء برنامج المعسكر التدريبي الذي يشتمل على إقامة ثلاث مباريات ودية يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق وعمان وفلسطين والكويت أعلن النادي الفيصل التعاقد مع المحترف السوري محمد ريحاني لتمثيل فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل وقال الفيصل على صفحته الرسمية أن مجلس إدارة النادي أتم إجراءات التعاقد مع اللاعب السوري ليمثل النادي الفيصل في الموسم المقبل حيث وقع اللاعب إلكترونياً ويعتبر ريحانية أول اللاعبين المحترفين الذين يتعاقد معهم الفيصل وبدأ مشواره مع أهل حلب السوري ومثل منتخبات الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى حتى الإمارات ويعتبر النجم السوري من المواهب الشابة في كرة القدم السورية حيث لعب مع فريقه السابق أهل حلب أمام الوحدات في المباراة التي أقيمت في عمان ضمن بطولة كأس الاتحاد الأسيوي يقترب موعد انطلاق أولمبياد باريس شيئاً فشيئاً ويعول الجمهور الأردني على رياضة التايكويندو لرفع العلم الأردني مجدداً على منصات التتويج التفاصيل في هذا التقرير بدأ العد التنازلي لأولمبياد باريس وتتجه عيون عشاق الرياضة التدريجية نحو العاصمة الفرنسية كيف لا وهو التجمع الأضخم والأقدم للرياضيين حول العالم في الأردن أضحت الألعاب الأولمبية بوابة للفرح منذ أولمبياد 2016 عندما عزف السلام الملكي لأول مرة بعد أن حصد البطل أحمد بوغوش الميدالية الذهبية في رياضة التايكويندو في لحظات تاريخية لا تنسى منذ ذلك الحين فرضت التايكويندو نفسها سلة للإنجازات فحصد صالح الشربات فضية أولمبياد توكيو واليوم يطمح النشام بميداليات عديدة بعد أن قاد المدرب الوطني فارس العساف أربعة من أبرز اللاعبين وهم صالح الشربات وجوليان الصادق ورام أبو الرب وزيد مصطفى إلى باريس منافسات التايكويندو لن تكون سهلة إلا أن الطموحات الأردنية كبيرة للغاية للعودة بأربع ميداليات خصوصا وأن اللاعبين جميعهم من أبرز نجوم العالم المشاركين في الأولمبياد خلال الفترة بين السابع والعاشر من آب المقبل في قاعة القصر الكبير الموجود في شارع الشانزيليزي في باريس ويشارك في منافسات التايكويندو الأولمبية مئة وعشرون لاعبا ولاعبة يمثلون ما يزيد عن الخمسين دولة فهل يرفع العالم الأردني مجددا على منصات التتويج أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لعام إضافي حتى 2025 وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012 وتحول إلى أسطورة للنادي خلال 12 موسما حيث توج بـ 26 لقبا أبرزها دور أبطال أوروبا 6 مرات والدور الإسباني 4 مرات كما فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018 وقاد كرواتيا لأفضل إنجاز في تاريخها أيضا بالوصول إلى نهاية كأس العالم في نفس العام في روسيا وخاض مودريتش 534 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل تسعة وثلاثين هدفا يغيب النجم الأرجنتيني ليون المسي عن المبارتين المقبلتين لفريقه انتر ميامي في الدور الأمريكي لكرة القدم بعد إصابته في كاحله الأيمن خلال فوز بلاده بنهاء كوبا أمريكا وفقا لما أعلن مدربه خراردو تاتا مرتينو ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مبارتي انتر ميامي على أرضه ضد تورنتو FC وضد شيكاغو فاير وقال مرتينو أن النجم الأرجنتيني سيخضع للمزيد من الفحوصات لتحديد مدى خضورة الوضع من جهته عبر ميسي في منشور على موقع إنستغرام عن شكره لرسائل القلق والدعم التي تلقاها بعد مباراة الأحد متمنيا العودة السريعة إلى الملعب قدم نادي ميوناريس الكولومبي فجر اليوم النجمة رذام الفالكاو كلاعب جديد في صفوفه بحضور 30 ألف مشجع توافدوا إلى ملعب الكامبن في بوغوتا ورفع المشجعون أعلام الفريق ورددوا الأهازيج واحتفوا بالصفقة الأكثر ترقبا منذ عقود في كرة القدم الكولومبية وفي حدث استثنائي حرص جمهور فريق العاصمة على استقبال الفهد وباقي اللاعبين الذين سيدافعون عن ألوان الفريق هذا الموسم وبهر فالكاو بالقميص الأزرق المميز لفريق ميوناريس وحي الجمهور وأعضاء مجلس إدارة النادي وزملائه من اللاعبين